شكرا لك يا لامي مازلنا مع الرياضة ومع أخبارها وربما سمعنا زي ما سمعنا في النشرة الرياضية أن فيه النادي الأهلي قدر يحافظ على أماله في المنافسة الإفريقية بعد فوزه على القطن الكاميروني بثلاثة أعداف نظيفة النادي الأهلي قدر أنه هو كده يجمع أربع نقاط من ثلاث مبارئات صحيح كده الأهلي بيحتل المركز الثالث في المجموعة بعد سانداونز المتصدر بسبع نقاط والهلال السوداني بست نقاط خلينا نتكلم عن المتش فرص الأهلي في الصعود كمان هنتطرق لمباريات الدوري الإنجليزي مع إسلام محمد الناقد الرياضي إسلام نوارنا في صباح الخير يا مصر وصباح الخير عليك صباح الخير يا جمانة صباح الخير عليك وصباح الخير يا مصر وصباح الخير يا مصر على القناة الأولى وعلى كل السادة المشاهدين أهلا مي ونحن نتكلم عن الأهلي وعودة قوية للنادي الأهلي ويعني خلينا نقول صحوة وممكن نقول المطش الأولاني دايما كده يعني معظم الوقت بيبقى في مشكلة أو بيبقى عندنا مش عارفة بالضبط إيه بصراحة تحليلها ولكن دايما المطش الأولاني بيبقى شوية كده زي ما ثبت صحوة لنا أو حاجة تنبهنا بعد كده الأهلي بيعود مرة تانية شفت المباراة زي هل شايف أن كولر قدر أن هو يحقق أفضل سيناريو من سيناريوهات نقول إيه إدارة اللعيبة بما أنه كان عنده طبعا غيابات عديدة أنا أخد من كلامك هي جملة صحوة دي بالفعل يعني صحوة وكان الأهلي لازم في التوقيت ده يصحب يعني كفاية كده خلاص تخيل أنت الأهلي من مباراتين مباراة أمام سان داونز بتعيدل قابليها مباراة الهلال السوداني اللي كانت مفاجأة لكل جمهور الناجي الأهلي أنه هو يطلع خسران من السودان أي أن كانت المباراة في السودان أو في الكاهرة أو في أي مكان طبيعيا الأهلي رايح عشان يكسب هي دي هو غير اللي بقولك عليها صحيح ما فهمنايش إيه اللي حصل بكل ظروفها بقى بكل كواليسها بكل الأحداث اللي فيها بكل الغرامات اللي جات من الاتحاد الأفريكي على الهلال السوداني بالأمس يمكن المباراة كان لها ظروف خاصة يا مصطفى من قبل المباراة حتى نهاية المباراة تخيل أنت الهلال السوداني بكل اللي كانوا موجودين هناك سواء الجماهير اللي كانتش من المفترض أنها ما تكونش موجودة أساسا وده كان قرار من الكاف رغم كده كان فيه عدد من الجماهير موجود المباراة قبل المباراة كان فيه أحدث كتير جدا من تحرك الناجي الأهلي الأهلي ما كانش هو ياخد راحته على الإطلاق هناك في السودان وده أنا حذرت حذرت منه قبل ما ناجي الأهلي يسافر أن المباراة هيكون فيها حاجات تانية خالص بعيد بعيد عن المستطيل الأخضر سواء من الجماهير السودانية اللي هم بيجوا إحنا عندنا هناك مصر الحقيقة إحنا بنتعامل مع الناس كلها بتيبة وبخصنية إحنا تعودنا على كده يعني إحنا تعودنا إزاي نكرم ديوفنا ولكن اللي إحنا شفنا هناك بغض النظر بقى عن الأحداث اللي حصلت هي مباراة في كرة القدم وده حقهم خلي بالك حقهم أنهم يداروا على قد ما يداروا أنهم يضغطوا على الناجي الأهلي الناجي الأهلي طبعا اسم كبير فأنك أنت تكسب الناجي الأهلي أعتقد دي مفاجأة كبيرة بالنسبة لجمهور الإلهال السوداني ولكن الأهلي رجعوا قدام سانداونز كنا نتمنى بكل تأكيد أن الأهلي يفوز ويسجل أول ثلاث نقط في البطولة ولكن لم يحدث ذلك رغم أن الأهلي كان متقدم مصطفى خلي بالك أنت وجمانا الأهلي كان متقدم على السانداونز ولكن ما قادرش يحافظ على التقدم ده رجع سانداونز وتعادل أعتقد كانت نتيجة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي مش نتيجة مثالية خالص اتنين اتنين أنت كمان خسران المباراة الأولى مباراتين بتحصد بينهم نقطة أهدا فما كانش في حل خالص قدام القطن الكاميروني غير الفوز اللي احنا شفناه باره هل إحراز محمد شريف لهدف مبكر كان سبب في إراحة النادي الأهلي منذ الدقيقة الأولى أنه استطاع أنه يعني يكتسب توازن كده في الملعب طبعا بص الحام محمد شريف دايما بيظهر في أوقات حاسمة يعني لو رجعنا كده الفاترات اللي فاتت هتلاقي محمد شريف تحديدا في المباراة الكبيرة ممكن تلاقي مصطفى متواجد بشكل كبير وبيسجل وبيهدف يعني بنشوفه في نادي إزا قدام إزا ملك بيقدر أنه يستعيد فورميتو وبيقدر أنه يسجل مباراة القطن برضو خلي بالك بكل الظروف اللي حصلت بالتعادل أمام ساندونز بالخسارة أمام الهلال كانت مباراة صعبة جدا يعني الناس مستسهلة مباراة القطن الكاميروني على سن أنت بتلعب القطن الكاميروني ولكن الظروف والأجواء المحيطة بين نادي الأهلي تحديدا مؤخرا مش هي أحسن حال بالكوالة بتاع اللعيبة اللي موجودين الفترة الحالية مش أحسن حال في أكتر من اللعب خلي بالك عليها على ما تستفهم بشكل كبير جدا 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 في نادي الأهلي في بعض اللاعبين وأنا بأكد لك يا جمان وبأكد لك يا مصطفى يعني مش هقولك ما يستحقوش يرتدوا التشيرت الناجي الأهلي ولكن مش عارفين قيمة التشيرت بتاع الناجي الأهلي حقا التشيرت الناجي الأهلي تشيرت كبير جدا في ناس بتتمنى بس تتعدي من أمام صور صور الناجي الأهلي طبعا من أمام ملعب التيتش ولكن تخيل أنت في لعبة مش مصدقة نفسها أن هي بتلعب في الناجي الأهلي وإحنا عمرنا ما شوفنا الناجي الأهلي بالمظهر اللي احنا شايفينه الفترات اللي فاتت هأكد لك على حاجة ان كل فريق كل فريق بكل تأكيد بيمر بكباوات ولكن لما تعمل اللي عليك في الملعب وتجتهد هو الجمهور مش عايزة لك كده اعمل اللي عليك في الملعب اجتهد اسعى حقق الفوز الاهلي بيجي له فرص كتير جدا كلر بيخلي اللعيبة بتروح بتروح على المرمى بشكل كبير جدا يا مصطفى يعني احنا بنشوف دايما الناجي الاهلي عنده مشكلة في العكم التهديفي يعني تخالي الجمانة بيقول لي انا محتاج مهاجم يعني لو برسي تاو جاهز انا هلعب مهاجم هو قال كده فعلا ان الريكل المفروض كان بعدها كانت السفقات ما جابش الاهلي مهاجم ويجي المشكلة هنا يعني المشكلة ان الاهلي ما جابش مهاجم كولر مش مطلوب منه انه هو ينزل يسجل يعني هو برضو برر دي عشان نبقى غطينا كل الجوانب هو قال في تصريح لي انه اللعيبة رجع من كاس العالم الاندية تعبانة ومجهدة وعملت اداء جيد جدا في البطولة دي يعني بيكلم فكرة ان هم اللعيبة تعبانة بصي انا معا جدا بصي تخيال انت ان الاهلي بيلعف في تلات بطولات منفصلة عن بعض يعني بيرجع من كاس العالم الاندية بيخش على دورة بطولة افريقية بيخش بعد كده على الدورة المحلية تخيالي وهو ده قضر الناجي الاهلي ولازم اي لعب بيجي الناجي الاهلي بيبقى عنده الشخصية دي ان الاهلي ما بيشاركش في بطولة واحدة لا الاهلي بيشارك في عدة بطولات وعجبني جدا عجبني جدا شخصية اللعب احمد الكندوسي اللعب الجزائر الحياة لعب مميز جدا اللعب ده انا كنت براهن عليه من قبل ما ييجي الناجي الاهلي شايفه صفقة مميزة جدا شوفنا بارح الحياة يعني عامل رومانت الميزان زي ما احنا ما بنقول في وقت الملعب مقدم مستوى جايج جدا المباريات اللي فاتت حتى لما كان بينزل في وقته قليل جدا ولكن لعب عنده الشخصية هي دي نوعية اللعيبة اللي الناجي الاهلي بيكون محتاجة هي دي نوعية اللعيبة مصطفى اللي جمهور الناجي الاهلي حب ان هي تشوفها في الملعب ولكن في لعبين عليهم علامات استفهام بشكل كبير جدا بغض النظر عن اسماء اتمنى اتمنى ان هم يراجعوا نفسهم الفترة اللي جاية لاني مع كولر خلي بالك مع كولر المجتهد فقط هو اللي هيلعب في الملعب طبعا بعد اصابة خالد عبد الفتاح وانا مش عارف انا بستغرب الحقيقة ايه المشكلة في ناحية اليمين في الناجي الاهلي يعني انا بدعبهم حتى كده بالمناسبة بقول لهم يعني طلعوا حاجة لله ناحية اليمين دي الحقيقة يعني تخيل انت اكرم توفيق بيتصاب بعديها بيتصاب كريم فؤاد بعديها خالد عبد الفتاح حتى صفكة الناجي الاهلي اللي هو برضو بيلعب ناحية اليمين اللي هو نفس مكان محمد هاني ايضا بيتصاب فلأ يعني الموضوع هنا يعني بقول لي محمد هاني انت محظوظ جدا الحقيقة يعني برغم حتى سوق اداء والفترات اللي فاتت ولكن سبحان الله يعني هو لعب محظوظ بشكل كبير جدا نتمنى نتمنى نشوفه بقى الفترات اللي جاية يفوق لان محمد هاني خلي بالك هو مش مهم بالنسبة للناجي الاهلي فقط لا هو مهم ايضا في ظل الظروف الحالية لمنتخب مصر طعيب اصابة شريف وخروجه مبكرة النزول الشادي حسين صحيح ما شفناش المردود المطلوب منه في ظل يعني سهولة هذه المباراة الحقيقة انا مستغرب من عشان كده بقولك بص في لعب عنده الشخصية وفي لعب مهما بتدي له مباراة هو الكواليتي بتاعه كده يعني لو رجعنا لحصام حسن لما كان في الناجي الاهلي ما كانش هو حصام حسن اللي في اسموحه اللي تخيل بياخد لعب الجولة اللي فاتت في الدورة يعني ربطة الاندي اعلنت ان حصام حسن هو لعب الجولة مش هو حصام حسن اللي كنا شايفينه مع الناجي الاهلي ايضا شادي لو رجعنا للذاكرة مع سروميكا كان مكسر الدنيا فهي شخصية اللعب تشيرت الناجي الاهلي وحجم الضغوطات ولا تعاون الناس اللي حواليه لا مش هو نفس اللعب ما انت بتقول كده هو نفس اللعب طيب يعني هو لعب هنا كويس ويهي لعب ملعب 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 لاني الناجي الاهلي دايما استرس ودايما بيتحط تحت ضغط يا مصطفى يعني دايما جمهور الناجي الاهلي ما بيستحملش ولكن ولكن جمهور الناجي الاهلي دايما تحس انهم في ظهر اللعبة ايا كان مستواك في الوقت ده ولكن تخيل انت لما تاخد فرص وتلعب شادي مش اول مرة ياخد فرصة يعني شادي مبارح لعب تقريبا حوالي ساعة كاملة احنا ما شفناش ما شفناش حاجة لشادي يعني ما شفناش حاجة مؤثرة على المرمى لما كان حسن موجود ايضا ما شفنالوش حاجة مؤثرة تخيل بيروح سموحة بيتقلق فهي المشكلة في اللعب نفسه في شخصية اللعب طيب انك باب تتكلم عن اللعب وشخصية اللعب وهارجع تاني لا احمد القندوسي كنت تتكلم عليه احمد القندوسي خلاص من وجهة نظرك حجس مكانه في النادي الاهلي طبعا اكيد في ظل الظروف الحالية بصي عمر السلية لو رجعنا الفترة اللي فاتت هتلاقيه موجهة بشكل كبير جدا عمر السلية تقريبا الفترات اللي فاتت كل اصاباته هي اصابات عضلية هي اجهاد وجود الكندوسي كمان مع وجود مراوان عطية لان ديانج الفترة اللي فاتت اعتقد ان ديانج تفكيره خرج برا الملعب بشكل كبير جدا مش هو ديانج ديانج بيفكر في الاقتراف بس ديانج كان من اللعيبة اللي شفناهم استعادت مرة تانية يعني يمكن شفنا برحل حقيقة ديانج محمدي اعتقد معلول كمان كان من اللعيبة اللي شفنا استعادة المستوىهم مرة تانية ديانج عنده اكتر من كده بكتير جدا 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 يعني ديانج من اللعيبة المميزة جدا اللي تخطيها في وسط الملعب وانت متطمنها بيلعب لك بوكس تبوكس يعني يقدر يحولك من الدفاع للهجوم بشكل كبير جدا عنده كمان حتة مميزة جدا وهي الزيادات لقدام وانه هو بيقدر يصوب انه كمان عنده رؤية مميزة جدا للملعب بيعرف كمان يعمل أسستات تخلي بالك ودي بتبقى ندرة جدا من اللعيب ديفندر وسط الملعب مش لعيب بلايميكر ديفندر وسط الملعب فالحقيقة ديانج لهاب مميز جدا نتمنى تشوفه الفترة اللي جاية مع النادي الاهلي انا شخصيا اتمنى جمانا انه هو يبقى تفكير حتة الاحتراف دي الاهلي دلوقتي داخل على يعني انا بسمع موقع عنده مباراة سان داونز اللي جاية مباراة لا بديل فيها مصطفى انك انت ترجع من جنوب افريقيا سواء متعادل او كسبان اي نتيجة غير التعادل بالنسبة للنادي الاهلي او المكسب اعتقد هتخط الاهلي في مقزق كبير جدا خاصة ان المجموعة متشابكة سان داونز عنده سبع نقط من ثلاث مباراة الهلال عنده ست نقط من ثلاث ايضا مباراة النادي الاهلي عنده اربع نقط كنت اتمنى انا شخصيا ان احنا ما نحطش نفسنا في المقزق ولكن قدر النادي الاهلي انه بيجي من بعيد وجود سان داونز في المجموعة خلي بالك هو فالخير على النادي الاهلي مع وجود ايضا الهلال السوداني مؤخرا لو رجعنا كده بالذاكرة هنلاقي ان خلاص الاتنين بقوا حاجة اساسية في القرع مع النادي الاهلي وكأنها قرع مكررة سان داونز دايما بيكون وش الخير على النادي الاهلي بتلاقي الاهلي بيروح في منطقة بعيدة جدا يا مصطفى ممكن سان داونز حتى لو صعد من الدور ده بيخرج من الادوار المجبلة سان داونز بيلعب كورة جميلة جدا ولكن مش هو الفريق اللي ممكن يكون نفسه طويل ان هو يفكر ياخد طب قبل سان داونز نرجع للمباراة اللي نتكلم عليها لما يعني كولر هل تعتقد انه كولر اختار التوقيت الصحيح للدفع بالثلاثي محمد أشرف وكوكا ورقفة خليل هل ده كان كويس ولا كان ليه رد فعلا غير رقفة خليل تحديدا تحديدا وبأكدلك من خلال معلوماتي أنا ان الراجل مقتنع بيه بشكل كبير جدا 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 كولر لما بيقتنع بلاعب هو بيحطه في اهتماماته وفي أولوياته وما بيحبش ان هو يخرجه من الملعب كتير ودايما تلاقيه صبورتي لها مصطفى ودايما في ظهره عشان كده أكدتلك يا جمال على حاجة مهمة جدا ان كولر من نواية المدربين اللي عنده اللاعب المجتهد في الملعب وفي التدريبات هو اللي هياخد ما عندهش أسماء الأهلي هو النجم بالنسبة لهو ما عندهش أسماء برونو صافيو أنا بالنسبة لي هو علامات استفهام بالجملة بص عشان بس نتكلم بكل أمانة وكل صراحة قبل كأس العالم كان فيه مشكلة بالفعل وكان فيه مش مشكلة ما بين كولر وما بين برونو صافيو لا هو برونو صافيو بالفعل كان عنده إصابة عشان كده ما كانش متواجد معه في كأس العالم الاندية ولكن لما رجعنا من كأس العالم الاندية هو الراجل مخرجه برا حساباته أو نقول بالبلد كده هو مش هيعتمد عليه الفترة اللي جاية وبرضو أنا أبكد لك أني ما زال ما زال يا مصطفى كولر بيبحث عن مهاجم من العيار السكيل جدا 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 برونو صافيو خارج الناجي الأهلي بشكل كبير الفترة اللي جاية